طيب هل فيه إشارات بتظهر على الجسم يا دكتور؟ أه طبعا يعني فيه ناس مثلا يقولك إيه أنا بيجيلي زي تجمعات كده زي الكورة كده هنا في المناطق دي في الدراع أنا شفت الحاجات دي الصور دي كتير يعني هل دي ولا دي عادية تجمعات بس كده دموية تحت الجلد؟ يعني فيه إشارات بتبانى على الجسم على الجلد على حاجة أن أنا دخلة على جلطة؟ ليه بالنسبة للمخ لا المخ مش يظهر على مات على جسم الإنسان أو على الجلد لكن بالنسبة لو حصل جلطات في أماكن تانية في شارين اللي هي الترفية ممكن يبتدي بعض الأعراض تحصل على تغير لون الأصابع الحاجات دي كلها ممكن يبقى علامة برضو أن فيه مشكلة لكن المخ الأصار الوحيد العمية أنه توقف جزء من وظائف المخ واحدة من الوظائف من أول الوعي لحد الحركة أي حاجة خلق من دي لازم أنتبه أن دي ممكن تكون مؤشر للمخ وتوجه للخدمة الصحية طيب دكتر العرض الرئيسي اللي موجود دلوقتي خلاص يعني التسعين في المية منه اللي هو ضربات القلب السريعة كل الناس بتشتكي من ضربات القلب السريعة نهجان يقولك من أقل مجهود أنا بنهج بحيث أنه ضربات قلبي سريعة جدا وفيه ناس تقولك أنا بسمع نبضات قلبي بودين فإيه الحل للنبضات القلب السريعة دي؟ الحل بطبع أن أعرف السبب هل أنا ده سبب انفعالي فهأزل الانفعال ولا ده نتيجة أن أنا عندي مشكلة في هرمونات جسمي أو عندي مشكلة في القلب ذات نفسه وبالتالي برضو الدربات السريعة دي بتتحط المريض على خطة تشخيصية أعرف منها وليه عنده السبب ده وما هستبعد كل الأسباب العضوية أول ده توتر عصبي وده من المخ والإرهاق والمجهود وبتدي أعلم الإنسان أنه هو ما يتوترش لكن طبعاً لها طريقة أن أنا أعرف إيه سببها ولازم أعليجها بدري أنها ممكن تكون منزرة برضو أنه فيه مشكلة سواء للمخ أو للقلب يعني الدربات القلب السريعة دي ممكن تتعب القلب تتعبه وترهقه يعني أنه طول الوقت بيدق بسرعة أنا أقول لحقيقة طبعاً أي عضو في الجسم هيشتغل زيادة عن اللزوم هيتعرض الإرهاق والإحتياطات اللي فيه بتقل وبالتالي بس موجه أحسن مشاكل خلينا بقى في آخر دقايق أنا عايزة أروح لحتة زي ما إحنا بنتدايق وبنزعل وبنتقهر والدغوة دي كلها دي اللي بتدي إشارات للمخ بتقوله فيه مشكلة هنا الستة دي متدايقة الستة دي مقهورة بسرعة يتنيمها يغم عليها عشان كده مش هيحصل كويس برضو إحنا عايزين نتحك بقى على المخ يعني نتحايل على المخ ونديره إشارات بقى أن أنا عايزة أبقى كويسة أعمل إيه في جسمي أنا عشان يبتدي المخ يرتاح شوي يفصل على الإشارات الاسترس والضغوة دي يعني بنعكسها المخ طبعا فيه الحاجات الحلوة اللي نعملها فيه متخلين فيه متخل يعني ملموس ومتخل غير ملموس المتخل غير ملموس أن أنا أقعد في بيئة سليمة بيئة مرتبة حاجاتي دنيتي متنظمة أقعد مع ناس أنا باستريح ليهم دي كلها بتدي إشارات إيجابية للمخ من حيث الإحساس والمشاعر والجو المحيط بيئة طبعا الحاجة الملموسة أن المخ ده وقت بيتغزى زي أي جزء عنده دم بيجيله عنده ضغط دم عايزه عنده مكون نوع الدم ده وقت فنازم حافظ على التغذية بتاعتي كويسة لا أقول لنا لا أقول لنا أشرح لنا سنة في الحتة دي ما هو دلوقتي إيه الأكل اللي أكله اللي يحسن من وظيف المخ والأعصاب يعني الحاجات الملموسة بقى أعمل إيه ما نقول حقيقي لازم الأكل اللي أنا أكون يكون متزن لأن المخ زي زباقية جسم الإنسان لما يجيله نسبة من الجلوكوز كويسة نسبة من السوائل كويسة ما فيش دهون زيادة في الجسم ما فيش أي حاجة بتاعوك جودة الدم اللي رايح إنسان ما عندهش أنيميا وبالتالي المخ ده من أكتر حاجات اللي بيستخدم تستغدق الأكسجين الأكسجين هيوصل لزيه عن طريق aluminum كورات الدم البيضة اللي هي بتعتمد على الحديد فلازم تبقى جودة الدم اللي رايح للمخ جودته كويسة يعني كورات الدم البيضة هي دي تعتمد على الحديد طبعا عنده نقص حديد بيجيله أنيميا لما جيله أنيميا قدرة الدم إنه يشيل الأكسجين بتقل يبقى الأكسجين اللي داخل الدم اللي رايح للمخ اللي هو غذاءه الأساسي بيقلي بأن المخ ده مش يقدر يتصرف أو يتوظف بالطريقة الكويسة ممكن احنا كنا يعني بنعاني فترة من فترات من الأنيميا والتقزم عشان كده سياسة الدولة راحت للمدارس عشان يبتدي الطفل من هو صغير من هو طالب لسه في المدرسة حملات 100 مليون صحة واللي احنا مبسوطين بيها اللي هم حتى بيساعدوا الأم في الاهتمام بصحة ولادها حقيقي يعني أنا بحترم سياسة الدولة بجد يعني بتعمل كل ما يهم الصحة والنفسية والتعليم أنا بس بفكركم بحملة 100 مليون صحة زي ما الدكتور بيقول الأنيميا لأن ساعتها قالك يعني هو الحملة دي نزلة المدارس عشان التقزم والأنيميا لأن الأنيميا دي قد إيه مدرة بتخلي الطفل يبقى شبه زي قزم كده اللي أنا بنقول عليها تقزم ما بيخليهش ينمو يكبر بشكله الطبيعي وبيبقى دايما عنده مشاكل في الصحة عشان كده هتموا بالأول بالأنيميا بشكر حضرتك جدا يا دكتور ونورتيني في يحكي عنا شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور